صلب المسيح كان في مخطط الله في مشورة الله المحتومة مثل ما ذكرت كان في فكر الله الأزلة وفي نبوات الكتاب المقدس يعني من مئات وألاف السنين بل نبوات في العهد الجديد بل يسوع اتنبأ عن موته وفعلا مات المسيح على الصليب فعليا مثل ما ذكرت وأنه كل هذه الأحداث في أورشاليم بحسب نبوة دانيال وأنه فعلا أنه موت المسيح كفارة بديل ولخلاص كل الجنس البشري فإذا صلب المسيح مهم جدا المسيح ذهب إلى الصليب بشجاعة بيقين بكل يعني فخر بكل اعتزاز رغم أنه كان آلام مبرحة وصعوبة فائقة جدا ولكن فعل هذا الموضوع كله من أجلك ومن أجلي والتلميذ أحبائي آمنوا برسالة الصليب وهنا الجدير بالذكر أنه لما قام يسوع المسيح وظهر للتلميذ وأنه فعلا شافوا الجراح في يدي يسوع المسيح في جسده الممجد كان خلاص برهان ودليل ساطع أنه المسيح حي وعندما امتلأوا من الروح القدس بطرس بكل شجاعة قال لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموه ولكنه قام ونحن شهود لذلك وفعلا التلميذ كانوا مستعدين يدفعوا أي ثمن من أجل يسوع والجدير بالذكر أنه كانت كرازة التلميذ وإرسالية التلميذ مش شيء آخر سوى صلب وقيامة يسوع المسيح وأنا يعني بنظر لأورشليم خلفي شايفين بوابي هذه البوابة تدعى بوابة الأصباط أو بوابة الأسد تتغير الأسماء من فترة فترة ولكن بسموها أيضا بوابة استفانوس استفانوس اللي آمن بصلب وموت يسوع المسيح واللي بكل جرأة تكلم عن صلب وقيامة يسوع المسيح استشهد ورجم خارج أصوار المدينة وهذه الرسالة مازال يحملها الأمناء من المسحيين بكل اعتزاز وبكل افتخار يتكلمون عن صلب المسيح لأنه فيه خلاص وفيه حياة وفيه شفاء وفيه حرية أيضا ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر